كشف الصحيفة فورين بوليس الأمريكية تفاصيل جديدة عن تدهور الطاقة في سادس أكبر منتج للنفط في العالم وقالت الصحيفة إن الطلب على الكهرباء في العراق قد تضاعف أربع مرات في العقدين الماضيين وبيّنت أن العراق سيكون قادرا على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتلبية ذلك الطلب إذا تم وضع التخطيط الكافي ولفتت الانتباه إلى أن الخسائر في النقل والتوزيع تعد من بين الأسوأ في العالم وكشفت الصحيفة أن جزءا كبيرا من قطاع الموالدات الأهلية يخضع لسيطرة الجماعات المتشددة ورجال أعمال يعملون خلف الكواليس لتعطيل توفير الكهرباء وتحدثت الصحيفة عن صرف أكثر من 81 مليار دولار منذ 15 عاما على ذلك الملف ولم يحدث أي تطور فساد الكهرباء هو جزء بسيط من أزمة الطاقة في العراق نقص الوقود معضلة أخرى أصبحت تتفاقم بسبب عمليات التهريب التي أدت إلى ارتفاع الوقود بشكل مهول في محافظات الشمال والوسط وكان العراق قد خصص ثلاثة مليارات دولار لمشاريع إنتاج الغاز خلال خمس سنوات في خطوة لتقليل حجم الفواتير الباهضة التي تدفع لإيران غير أن السياسيين أكدوا صعوبة إنجاز تلك المشاريع خلال هذا الوقت بسبب العراقيل السياسية المدفوعة إقليميا من إحدى الدول المتضاررة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر